ينضم إلينا من العاصمة السنغالية ذكر موفدنا عبدالله والتسيدية عبدالله كيف خلص المشهد السياسي والعسكري القامبي حتى الآن؟ سرمد المشهد لم ينتهي حتى الآن يكشف كل يوم عن المزيد من المفاجآت هناك تطوران الافتان اليوم التطور الأول هو سياسي بامتياز الرئيس الجديد أدب بارو وقع أول مرسوم تنفيذي بحل جهاز الاستخبارات الوطنية الجهاز المرعب كما يسمى في غامبيا بدعوة أن هذا الجهاز استخدمه من يعتدرونه ديكتاتورا سابقا رئيس السراح السابق يحيى الجامي في قمع معارضيه على مدى نحو 22 عاما بكي يصبح هذا المرسوم ساري التنفيذ لابد أن يصادق عليه البرلمان الغامبي الذي يوجد نحو نصف أعضائه خارج البلاد عرضا من التطورات الأخيرة على المستوى الأمني يصر رئيس دمبارو على أن لا يعود إلى حصر يحيى الجامي من عاصمة بانجول إلا بعد أن تطهره تماما قوات الإكواس تطهره من أنصار الرئيس يحيى الجامي وكذلك من بعض الضواطة التي لا يعتبرون موالين لهذا الأخير كقائد الجيش الجنرال عثمان بجي الذي تتضارب الأنباء حول ولائه الرجل أعلن قبل يومين ولائه لأدام بارو خرج بالأمس ليعلن أنه يمكن أن ينفذ أوامر الرئيس لكنه لن يرضى بنزع السلاح المشهد ما زال ضبابيا بامتياز الكل في انتظار قادم الأيام وعودة الرئيس المنتخب هذا مبارو إلى بنجول والبداية والبدء بتشكيل حكومته سرمت من العاصمة سنة جالية دكار مفادنا عبدالله والسيدية شكرا لك